موسيقى مشاهدينا الكارمين ما كنتوا صباح الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامجكم صباحكم ورد من شاء الله أيامكم كلها ورد وفل وياسامين عدد جديد وموضوع متجدد نتعرف عليه بعد الفاصل عودة لكم مشاهدينا ومعنا اليوم ضيفة مميزة هي حرفية في حياكة الصوف نتعرف عليها مع بعض سيدة نجمة صباح الخير صباح النور شرفتنا بحضورك معنا سلمك ومعنا كذلك زاملتنا إيمان ورقن هاشتاك صباح الخير إيمان صباح الخير عليك أميرة منورك عادتك إيمان سلمك حبيبتي وصباح الخير على الضيفة الكريمة ومرحبا بك معنا بكنا نرسك وصباح الخير على مشاهدينا نراهم يشوفوا فينا سلمك إيمان ونحن عرفوش جبتنا إيمان في الرقن تحاشتاك ولكن قصوروا فيها معنا في تيدينا ونرى نيومها لم يأتي بيدك فارغين ونحن أحبتنا لبعض الأعمال التي تقوم بها نعم نرى الشاخ نعم بليبوني نعم نرى الأطفال صغر وكان يأتي بكثير من الصوف نقدروا بكثير من تحكي نورك عن البداية كيف كانت؟ نعم 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 كانت مع الأخت الكبرة تتخدمة بلد الماكينة لكني تعرفت أن تتخدم البلد نعم 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 ما أحبت هذه الحرفة ما كان في عمرك؟ كان في عمرك 22 عام أربعة عمرك كانت وفاة الأم الله يرحمها في هذا العمر أحبت هذه الحرفة فرصة اللغة أعجبتني أعبتني أحبها أقدرتك كما يقولون كمالت تخدم فيها وممتون تقراي تصبحي على عجزة 12 نعمレ و النيايات العطلبية وناحن لم يعمل على و Welsh طريق الحرفي كان لزواج عين أوego العينة الخافرة أقوم بنشر العمل كيف تعلمتهم؟ كيف تعلمتهم؟ لم أقرأتهم تعلمتهم بوحدة تعلمتهم على يوتيوب على كتابات قدرتي بوحدة؟ نعم أجلتك أنت مستحيلة قدرتي بوحدة أو في الكروشي؟ لا تنظر كيف تعلمتهم؟ نعم كيف تعلمتهم؟ لا أعتقد أنت معك كيف تعلمتهم؟ كيف تعلمتهم؟ كيف تعلمتهم؟ نعم أعرفتهم على الكروشي؟ لأنه سهلة أجلسة لأنهم يتجبون الكروشي أمين وعنين شابين وعنين يتجبون لأنهم يتعلمون أسهل يوجد مدد أحسابات هناك رياضيات هناك رياضيات أمين 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 لكن أشخاص أنت أرى الكروشي أحب أن أتعلمها بصحة صعبة لك سأتحدث عن رياضيات لكن لم تتفهم سبغي فيها عبك فيها قسمة فيها زلزائد ناقص صحيح و لو كانت تغلطي تنسى إيمان تعودية تفتحي كل شيء تعودية تفتحي نعم معلوغزم يجب أن يكون يقصر يجب أن يكون يقصر يجب أن يقصر يجب أن يقصر يجب أن يقصر بالطبع عن تطبيق المنشكين يجب أن تخمري تصبرين وتتخمري ماذا يريد بثمات تركب لديهم ويخدمي كان لديهم أيضًا. وأنا نتعلم مع رجال تانيك. سأعطي الكومند. أيضًا كومند. دي جيلة لهم. لأمهات تحهم. خدمت دي ساك تانيك خطرات جاني زوج. إلا كومنده عن ساك. باش يهديه لزوجة ديالو. واحد خطم جيلة. سأسر كاين كاين. كاين بزاف. لقد اختارة في رمضان. كنت أدران اللي الساك دو تابل. همهات تحليمًا؟ هممهات تحليمًا لذلك في رمضان. كان يتحليمًا كمانده عن ساك مامو. قمانده ستاليه. دارو. ستبعه للمدارو. مستخفى لحظة. ادعيك. ما تريده. نعمل ادعيك همهات تحليمًا. نعمل ادعيك بجحرق. الجيلة والجيلة واللست أكسسواق لتثير يعني أن هناك أمام بالتقريرات والأحلالات والجاوار والجاوار هذا لكي نحن نحن نرى بالسكسسواق الأمام هذا هو الرضاية والأحلال التي تساعدني على الأحل الماركة نحن 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 نعند سمع لدينا في النزيد في المفترض ،ً Meجرسوا إلى حمام ، فقط أشخاص في حمام ، هم أنت تدربون أنا أحد أكبر منه لتعملتهم جميعاً إنها تدربة حمام ، فقط أشخاص في حمامvie أصدقائنا بأسفل شمعت لديهم حمام في طائر الجوار نعم . والفاجة بلعب النظام بمنتصد ، يحبونها لحظة سنراك لن أفعل الكثير من المساعدة تفعل الكثير من المساعدة والبني هذا ما؟ لماذا تستطيع الوقت حتى المساعدة؟ نعم 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 بمتأكد الخير ما هي المساعدة؟ كيف تعمل؟ تعمل على الإنستاغرام أو نعم لا نعم لا نعم واحدة نعم ونعم في الدار الذي نعمل في هذه العمل والكومنتائي والمثالات التي أتكلمت فيها فيسبوك وفي أيضاً أصدقائي منذ خمس سنين كنت أصدقائي في انستغرام لقد أدخلتها في انستغرام فهو جديد بالنسبة لفيسبوك نعم 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 فإن أغلب طالبياتي في انستغرام ومازال بخام شوية في فيسبوك لكن أغلبهم في انستغرام نحن نرى مواقع التواصل الاجتماعي سهل سهل نعم نعم الحمد لله هل تستطيع أن تخلق الموضل؟ نعم 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 كنت ندرسهم في المحل تعصوف حاليا نغلق لذلك أردت ندرسهم عندي في الدعاء يعني تدري ساعات و كيف تبدأ أول خطوة كيف تحب تعلمهم يعني هما تشفي بلاحد مبتداء يقدر ما يعرف ما كيف يحكم لازيقوي أكبر قلتيها أول خطوة لازم يعرف كيف يتعلم هذه هي الأول خطوة نعلم لهم كيف يتعلم لازيقوي أو لازيقوي هل تخطو فضلك سأحصل على أن تستمر بالحماوب كون أعرف أن تلقم跟 جائد وكيف يتعلم عن طعام الكثير من تجلس أولا أن تكون مباركة أو تنهي وبعدد التعليقية لا تستطيع ان تكون مباركة تشفية أيها الأول كما تشفية هل يمكن أن تكوني المباركة كيف يتعلم عن المباركة كيف تبدأ؟ كيف يتعلم عن التعليقوي وكيف يتعلقون احضر حاليا كان يتعلمون للغرزة بأسفل الكخوشي أو الازيكوي هذا الشهر يمكنك إثبارك ومن ثم يستهدد إلى رحلة اليوتيوب كايين في يوتيوب يمكنك التعلم في اليوتيوب كما يستطيع العباس على الديوتيوب يقولون لسينا تعلموا أول غرزة هي صعبة كيفاش؟ على بعض هذي كيف زاف لي ما يقدرونش يعرفوها في يوتيوب جو كو يعودوا يجول عندي مدام نجم برنامجتنا كل مرة عدنا دي غبريك مبين هم لغبريك تاع إيمان اللي هي الهاشتاغ إيمانيادرا وش جبت لنا اليوم؟ أميرة البداية راح تكون بتواجد عائلة أمير قطر في صحراء الجزائر الأمير القطري جوعان بن حمد الثاني ينشر صورة له رفقة أبي في الصحراء الجزائرية كان يعني نشر صورة مع عائلته كان شقيقه كل أفراد العائلة تاعه نشر يعني في قعدة صحراوية كان متواجد الشي الصحراوي واللي كان علق في الصورة عن الجزائر ٢٠٢٣ الشي لازم يحضر في الصحراء الجزائرية أكيد في الصحراء الجزائرية وين يعني بانوب اللي كان عجبهم الحال وكامل فولا نشوفون بنا التعاليق اللي كانت على هاد الصورة عندنا القديرة خديجة بن قننن اللي علقت بمرحبة بكم في الجزائر برهان حللتم أهلا ونزلتم سهلا في رحا بلدكم الثاني الجزائر تعاليق آخر إن شاء الله تكونوا سانستوا في بلدكم الثاني الجزائر نشوفون أميره حجم ليحا أنه يعني يجون من قطر ولا من بلدان آخر خصوص يعني أمير قطر هو كان أمير قطر السابق الوالد سيالوف نوك هذه هي حجم ليحا في الجزائر استقطاب السواح وزيد أمير قطر كما راك تقول سافي بلزيغ إيمان وضبخي تاني الدكتر اللي جبتي هنا اليوتيوب المصري، يعني أنا شوفه مؤخان يعني ماشي غير اليوتيوب المصري وهو أيضا صحفي عدة أجانب معروفين عدة أجانب ماما حتى السعوديين كانت قاتل عليها المادام قابلين القاطر ثاني كان منبهر بالتولوج كان في شريعة قبل أول مرة يشوف تلج في حياته وشفه في الجزائر ماما المصري اللي حكينا عليه يعني كان منبهر بالتولوج الثاني هو أول مرة يشوف تلج في حياته إعلامي الإعلامي ويوتيوب الثاني نذهب إلى الحادث الثاني واللي مواقع التواصل الاجتماعي تكتسي اللون الأبيض بعدما انتشرت صور لتساقط التولوج من مختلف بلايات الواطن قلنا ما صبت ما صبت شتام بدأك يصب تلج على جه عدة ولايات يعني شفاعة ما شاء الله ماما ولايات ليماشي مال في صب فيهم تلج صباح شفت ما في بشار ببشار صبت تلج اليوم نعم 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 بعد تداول الفيديو يعود للشيخ حسن الحسيني انه يوسَء للجزائر كان ظهر مؤخرا في فيديو توضيحي يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه بريء من هذا الفيديو وقال بلني أنه هذا الفيديو كان مفبرك ويعني وش صرف هذاك الفيديو ماشي كما قال وحسب ما قال أنه يعني كما قال هو أنا بريء والمقطع الموسيقى تم اقتطاعه من سياقي وكان من كأس العالم كنت أتكلم ضد الدول الغربية والإعلام الغربي الذي أساء إلى الفرق العربية التي شاركت في كأس العالم ولم أتكلم إطلاقا عن الشعب الجزائري لا من قريب ولا من بعيد وقال بلني أنه يعني من بين اللي يحبو الشعب الجزائري وما كاش كيفاش أنه يشتم الشعب الجزائري يسوخ تونك يعني ما صراحة حاجة بيناتهم زكتر موسع وطلب أنه ينتشر هذا الفيديو ويبرتاجيه باش يلحق للشعب الجزائري باللي يعني ما أسأش للشعب وما يشتمش الشعب هنا كان فيديو مفبرك ونشوفه بعض التعاليق على هذا الفيديو ننتشر يعني بعد تبريئته سعاد الله يحفظك يا شيخ ويحفظ كل بلاد المسلمين ويصرف عنها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن جزائري وأحب بلاد الجزائر والكل البلدان العربية الهادي لم أشك ولولي لحظة في براءتك مما نسب إليك نبادلك المحبة والإحترام يا شيخنا الحبيب تاقي اللي علق بيا شيخنا نحن لا نشك في صدقك وحبك للشعب الجزائري لك ألف تحية من الجزائر نقبال يعني ما هذاك الفيديو المنتشر اللي كان مفبرك ونتشر لكن الكثير اللي ما صدقت هذاك الفيديو أنه يشتم الجزائر الحمد لله عدنا شعب واعي كمان شعب واعي ومن بين يعني اللي يعني المشعب يفرق بين فيديو أصلي ومو فبرك يعني دوك ما شكي ما بكري إيمان أكيد هاد الشيء هو هو من داعي اللي محبوب احنا أنا في الجزائر نروحوا لآخر خبر اللي كان هو خبر محزن للدول عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللي هو اللي تحطم مروحية للجيش الوطني الشعبي بضواحي العطاف بعين دفلاء أفوال مما أدى إلى وفاة واستشهاد طاقم من ثلاث ضباط ربير رحمهم إن شاء الله وربي صبر أهليهم على بالك أنا هاد الظاهية رقصتني بزاف وسكما ما معنا عندي عندي 12 سنة فقط ابن أخت ديالي هذه اللي علمت نصوف فقدت ابنتها كان طيار طيار طائرات حرب تانيك مات بنفس طريقة ربي رحمهم إن شاء الله هاد الظاهر هادورهم معلو غز مو كينين مصر و لجون هادوا ماليهم يموتوا ربي رحمهم شهداء الوطن اكيد وربي صبر الأهل تحم عليهم يعني يقول لك أنه شهداء ما يموتوش دوجوغ يقعدو في القلب رب يصبر أهلهم شهداء الواجب الوطني نشوفوا بين التعليق اللي كانت نهال اللي علقت ربي يرحمهم ويصبر أهلهم شهداء الواجب الوطني ربي يرزقهم بالجنة إن شاء الله تعليق آخر اللي كان إنا لله وإنا إليه يراجعون عدم الله وأجركم اللي يرحمهم شهداء الوطن ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة إن شاء الله هذا يعني كان آخر خبر محزن للدولة وحبر موقع التواصل للاجتماعي نحن نقول إنه لله وإنا إليه يراجعون ربي يرحمهم إن شاء الله إن شاء الله يا ربي أميرة نوك هذه هي كانت آخر خبر ماذا تلنزلوا تلاقاوا يعني في أخبار أخرى اللي تكون ترنت عبر موقع التواصل للاجتماعي إن شاء الله يا ربي نجموا ومبقاناش بزاف من عمر برنامج ربما كلمة ختمية ولمشاريع كنت ركي حبت تقومي بيهم في المستقبل يعني أنا الحلم تاعي سنفتح محل محل ديالي خصوصي لأن كما يقولون نبيع للمنتجات التوعي ونعلم بانت في محل خاص أنا هذا هو المشروع تاعي إن شاء الله إلا وفقنا يا ربي نجمعي لها إليس إن شاء الله يا ربي وحاجة كي نحبوها ونطمحو لها ونخدموه على أجلها نوصلو لها إن شاء الله إن شاء الله وعليش مخممتيش يعني تتفاهمي مع أحوانت ولا تتديلهم لموديل ديالك جربت لي وليس كما تتفاهمي مع أحوانت يعني صراحة صراحة جربت 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 مشي بزافة شفتوا لبوني لبوني ما جربت لبوني ما جربت جربت ليس دوتاب لديتهم للمحل ديكور ولم كان تجاوب قال لي جسيبا قال لي إحنا يا من ديروش هاد النوع يعني من من ديكورات بعد خلاص ما حوصش ما كسرش راسي حتى بزاف ناس يخدموهم سوخ كومون ما كسرش ما كسرش لديك ألوان بطريقة ساعة نجلق نعرض عليهم أشياء عجبتهم نغيرهم على حسب يعني كما يقولون أشياء أنت قلت لي المقبل في البرنامج بللي كنت تخدمي تخرجتي وكنت تخدمي نعم بعد حبستي ودورت يعني ما نقول وغير كخوشي نعم باش نقعد نربي ولادي يعني هاد شي يساعد المرأة عجبتني عجبتني عد يعني هاد شي يساعد المرأة لما كتاب البيت نعم 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 وخليتهم مصدر ريسكتاك الواحد يعني ما عندكش خدمة أخرى لا لا ما عندكش أربي وفقة إن شاء الله الله يسلمك شكرا يا تك صحة على التلبية الدعوة على حضورك معنا وعلى كامل هذه الأشكال الجميلة اللي جبتهم مننا شكرا جيك شكرا لا يسلمك إيمان يا تك صحة يا تك صحة أميرة ونشكر تاني الضيفة الكلمة اللي كانت حضرا معنا شكرا نتلاقاو في أشتاق واحدة أخر إن شاء الله إن شاء الله مشاهدينا ببرنامجنا مازال متواصل معكم بفقاراته المتنوعة ونروحوا في فاصل قصر ولا نعودة عودة لكم مشاهدينا اللي تحقوا بنا اللحظة نقول لكم صباحكم بربحكم وميات وردة في مراحكم نرحبوا بضيفة جديدة معنا لنهار اليوم هي شيف وردة صباح الخير صباح النور مرحبا بك معنا شرفتنا بحضورك الله يسلمك وبلامي دايتاك والعكوب وشهادات اللي جبتهم مننا اليوم يسلمك بحضلك ونرحبوا كذلك بزميلتنا شهيناز ورقنا الكتاب صباح الخير شهيناز صباح الخير عليك أميرا صباح النور عليك نرحب أيضا بالضيفة اللي غير معنا ونرحب بكل مشاهدينا يتبعوا فينا في كل ربوع الوطن وكل عادة شهيناز جئتي وجبت معك كتاب جديد ورواية جديدة كتاب جديدة ورواية جديدة أميرا عودتك بكتب تنمية البشرية فاليوم خيارت لكم رواية رواية من روايات الكاتب جابرييل أغاسا كريستي اللي ندخله في الدتايتها بعدما نتكلموا مع الضيفة اللي شرفتنا كي تشوفوا صحي ناز بلاي ميداي والعكوب اللي جابتنا من تونس تونس أحكينا على المسابقة تاكم اللي كانت في تونس وش كان فيها كامل انتي كنت رئيسة وفد هكا مهم ايهانا شيف وردا معرفة في الفيسبوك شيف وردا واسمتها شاخر وردا كنت رئيسة لجنة اللي باهدرت هذا المهرجان كنت رئيسة لجنة وطنية لسوفرة المطبق الجزائري اللي يبارك وكنت رئيسة وفد جزائري مهم شاكا من فهم من شار 55 الله يبارك كنت اكبر وفد جزائري في حلويات مختصة في الحلويات وفي الأطباق مختص في الحلويات تقليدية وفي الأطباق الجزائرية كانوا معدة ولايات بخاز قولي قاتت من 50 ولاية شاركت ما قلت من 50 ولاية شاركنا الله يبارك يعني الصحراء من كل ولاية قاديت واحدة واحدة منهم شاركوا معنا باش تعرفوا بالأطباق الأطباق الموارث الجزائرية وكيل حقتوا لتونس ووش كان كاينة ماش حال كانت كاينة من دولة مشاركة كانت عنا 35 دولة مشاركة وكان أكبر وف جزائري تخل لتونس كان مهرجا هذا مقام احنا كونا درنا اتفاقية معهم يعني الدول الجزائرية والأجنبية كل وفد يدخل بالوفد التاو يعني كل رئيس وفد يدخل بالوفد الجزائري تاو يعني كانوا أجانب ما كانوا شغل من المغرب العراضي لا كانوا أجانب معنا الأطباق اللي شاركتوا بهم انتوما كجزائرية شوفي هي اللي التامت على المهرجا هذا هو الموروث التقليدي يعني كل بلاد تمتز بالتقاليد التوحى احنا هذا البازين على هذا الاسم بنخرجه كل بلاد واشتخرج الموروث التقاليد احنا عرفنا الأطباق الجزائرية خارج الوطن يعني تبدل ثقافات يعني ايه زدنا خرجنا أطباق يعني من كل ولاية كين أطباق يعني الله يبارك راهي تزاير أنا واحدة من ناس انباهرت اللهي أنا انباهرت لا يبارك يعني لا لا ما نقولوا مثلا الكوسكوس فقط الكوسكوس تروحي منطقات تشوفه تروحي منطقة أخرى مايتشابهش 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 هي كل كونديدا شارك عندهم في الاندو كاتهيغوري شاركوا فيهم الاختيار تاحهم ومبادة احنا اياه كلجنة التحكيم نختارو يعني في المنتخب جزائري يتعوض نا يتكون من ثلاث أشخاص هللي مثلوا الوفد الجزائري يعني مثلوا المنتخب الجزائري بصفة عامة وشكون هما هاتلت أشخاص اللي كانوا ربما كانت معنا شاف من أدرار عزيز عفون اللهي بارك ما شاء الله عليها كانت معنا ثاني من الجزائري العاصمة على بعرير ياسمين وكان معنا اللي نحيوها اللي حضرت معنا في البلاتون نحييوك ياسمين بالمناسبة ولي مثلت ربما بسكرة بسكرة نعم وكان معنا برايك عبدالغاني فاني شاف مختصة حلوية أباتي سريفين اللي كانوا لحقوا كما قولوا هم اللي لحقونا ودخلونا لكوبلة زاير هم اللي يجبونا لكوبلة زاير هاد لكوبلة غانا شوفوا فيها هاد لقدروا شوفوها عن قرب يعني ما شاء الله وشكولي توجب المرتبة الأولى نعني شوف هنا مكتوب للمرتبة الثانية يعني اللي يبارك كنتوا 35 دولة 35 مشاركوا في ستوب المرتبة الثانية يعني هذه حاجة كبيرة شهينة حاجة نستخدم بيها حاجة فغير مرتفنا بالجزائري الأولى اللي دتها لكوبلة هي تونس اللي كان بلد المنظم بلد المنظم والي استضفونا نقولهم شكرا لنا أحسن استقبال والبلد الثانية هي الجزائري اللي تحلصت المرتبة الثانية يشرف لينا يسلمك عيشك وكانت المرتبة الثانية من منتخب المغرب يعني نحيوهم كامل بالمناسبة وقولينا يعني الأطباق اللي نبهروا بها الحكام الأجانب أطباق الجزائرية صدقيني والله غير مبهروا بزاف بالأكلات الصحراوية يعني بهرون الله يبارك والحلوة تتعونتاني الله يبارك ومعجنات المخبوزات بالصح اللي زعم أبهرهم يتشخشو خلبسكرية وخبز القلة تعدرار اللي هي شركت بها عزيزي عفون هذا نو ما نعرفوش إن شاء الله كيش خطرة نستضيفوها إن شاء الله ما نعرفوش إن شاء الله قلت لك أنا دي خطرة دي جزت دي كو يعني كيما يقولك تعرفت على أطباق جزائرية أنا استتعرفت عليها يعني همغ قلت لك هذا كانك شغل عندهم بزاك شغل نقصوه ماوش يديرو بس ما جبدت حاجة قديمة حاجة اللي أنا نشوفوها من بس حدارتي يعني طباق ما شاء الله يعني رأيت روج للسياح وتعرف بالتقافة الجزائرية والأطباق التقليدية خاصة الأطباق الصحراوية أكيد ما شاء الله يعني الله يبارك خدمة المستوى ثاني شركت اللي تكلاسيت معنا ياسمين باريت شركت بلاة شخشوخة معروفة بشخشوخة البسكرية ياسمين وتاني كدرت الطباق قسخونو من فرانسيز كلاسيت بها اسمت تقليدي وراحت الطباق أجنابي وتانيك اللي أبهرنا بالفاني كان معهم ضمن فاني عبدالغاني برايك تاني هو شارك معهم في البلان يعني داروا كيب ثلاثة خدموا الترواسه تعاونوا أكيد وكامل يمثلوا الجزائر يعني مامل أخرين اللي راحوا وما شاركوش مالحقوش كما نقولوا اللي لا فينال ولا ما جابوش الكأس ولا لا كم كانوا مشاركين حتى السائق كان معنا في الحافلة كان معنا مشارك يعني بادي تخل منتخب جزائي متحصل المرتبة الثانية في 35 هذي شارف كبير عظيم موليتوش يجديكم فارغين يعطيك صحة يعني حاجة تشرف البلاد وشرفتنا واللغيات كم يقولك حمرونا وشنا قدام العالم وبرنا أطباقنا عرفناهم كأن حكام أجاني ميعفوش أطباق هذه الجزائرية يعني فهمناهم كما يقولك بالمعايير بالمقاييس المعايير العالمية وأن الوطنية كيف نخدمو كيف نجتهدو كيف نجتهدو كيف نجتهد نبه نكون وعرفنا الأطباق يعني ودرتوهم أطباق تقليديهم مية بالمية ولا كانت فيهم لمسا من العسرانة؟ شوفي هما معلو كيكونا في المهرجان يعني كانت حبودا بلا كما نقولوا دخلونا في العصري بسرعة أناكشول كوني كممثلة الجزائر دوم أنهم يكون عنا طباق مئة بالمية يعني مصح من المغرف تاع ومن كل شي حتى طريقة التقديم يعني كل شي حافظت على اللمسة التقليدية تعالى؟ يعني خلتها يعني صحراوي توقف صحراوية يعني من المغرف من الأطباق من اللحتل وتمتعني يعني كي يعني كل الولاية بثمتاز قل كابل قل صحراوي صحراوي قال عاصيمي عاصيمي كيف قدمتو شخشوخة البسكرية مثلا؟ في طباق البسكرية يعني طباق الليت يعطي كأنما في في بسكرية هو في الخارج الله يبارك وعجبتهم شخشوخة؟ لا يعرفونها فقط إذا كانت كونيزيان لا يدرونها الشخشوخة؟ لا يدرون ما مكلتنا صحيح كوسكوس يدرون وعندهم كوسكوس تونسي صحيح عندنا نمسة تعنا كيما ندرنا الله يبارك كوسكوس عاصيمي يعني غير كوسكوس نوعنا في عنا كوسكوس بالحوتاني دارو شف طاهر دي جز معاكم اهت جز معنا وقالنا ما نقولوا ش يدينا فرغين حتى كانت ياسمين بارير قالت لا ممشوز وحمده الله موليتو ش يديكم فرغين الله يبارك وهو شارك بالكوسكوس؟ شارك كوسكوس بالحوت بدل هذا الخطر على المغالفة تدار كوسكوس تاشعير ربما مع كوسكوس على القمح ولي كان بدل في طريقة تحذير تاعو بدلو يعني دلو بالحوت ويعني كان مشاء الله كان في المستوى ونشوفوا انه شف طاهر منطقة القبائل ومنطقة القبائل مديرو كوسكوس بالحوت يعني يجي جلي مشهورة بالله ما هو راي يختص يعني راي يتمك وراي يجي جاله متاكمك الله يبارك وتانيك راي يزيد يقران وكشو اللي وررنا باللي زي ما يقدر عنده الكباسيتي يزيد امكانيات جالو ما شاء الله عليهم وما شاء الله عليهم كامل اللي كانوا التما شاف احنا في برنامجنا عدنا فقارات بينهم فقارة او ركن الكتاب مع شاهي ناز وشوفوا شاهي ناز وش جابتنا اليوم فانرحب بمشاهدينا مجددا اليوم دبتلكم رواية من روايات جابريال ماركس جابريال غاريسا ماركس واللي هو رواي كولومبي واللي يعني عرفة بالروايات يعني الروايات الواقعية السحرية اي روايات لتنقللنا احداث تاريخية حقيقية ولكن يعني بقالب تاريخي بقالب تاريخي الكاتب ايضا نذكره انه حصل على جائزة نوبل للاداب في عام 1982 وشتهر يعني بعدة روايات من بينها رواية الحب في زمن كوليرا ايضا رواية رواية المعروفة واللي هي الام الكبيرة والرواية اللي جبناها لكم اليوم واللي هي رواية مئة عام من العزلة ويعني هذه هي هذه الرواية اللي اقول لك اشتهر بزاف بها الكاتب يعني تفرد بيها فنشوفه يعني مئة عام من العزلة رح يصنع لنا تاريخ باكمل رح يتخيل مدينة باكملها وتاريخ ايضا رح يصنعوا يعني من نسج الخيال تا الكاتب فنبدأ ونعطيه لمحة على الكتاب هذا واللي يعني نذكره انه رواية ترجمة لاغلب اللغات العالمية من بينها اللغة العربية فهي متوفرة باللغة العربية نعم الرواية هذه واللي وين حيرصدنا الكاتب نقوله حقائق ما زالنا نعيشوها ايضا مشكلات يعني مشكلات انسانية ما زالي عادي منها الانسان وايضا يعني احيان نقوله ينقل لنا رسالة كلها يعني معبرة على العدل والسلام رح تبدأ يعني احداث الرواية هذه في مدينة كولومبيا مدينة في كولومبيا والليا ما كوندو ما كوندو هذه يعني نسج خيال الكاتب ما كوندو وين يعني رح نشوفوا انه رواية رح تورينا كيفاش تقسط المدينة كيفاش رح تندثر كيفاش رح تختفي كامل يعني مرورة بستة اجيال فراح نمرو بكل هاد الاجيال هذه كامل من مخيلات زالة من مخيلات الكاتب ولكن قلنا انها تحتوي على الارات السائل الحقيقية يعني يعني كيفاش نقوله عشها التاريخ يعني وعلا فنبدأ بتبدأ الرواية بشخصية اركاديو واللي هو بطل القصة وين رح ينتقل هو وزوجته بالمدينة اللي كانوا متواجدين فيها رح يهربوا منها لأسباب اللي معناش حنقولها يعني نخلوا حتى القارئ والمشاهدين يقرؤوا الرواية يتعرفوا وعليش يعني هربوا من هاد المدينه هروبا وراحوا يعني نصبوا خيمة امام النهر فهذه الليله الباطل واللي هو اركاديو رح يشوف حلم الحلم هداك رح يشوف انه يعني هو اسس مدينه مدينه يعني مدينه اللي تكون شابه بزاف تكون محاطه بالنهر وتكون معزوله يعني معزوله على المدن الاخرى وتكون معاكسه ايضا في النامط التاعها يعني في النامط الناس اللي عيشين فيها على المدن الاخرى ومتكون فيها ني تكنولوجيا ني والو فكما كان الحال الباطل اركاديو رح ياسس هاد المدينه رح يعني ياسسها وياسها كما كان حاب محاطه بالانهارتو فيعني مع مرور الوقت رح يتكاثروا يعني يصبح عندهم نسل ويعني احفاد اللي رح يعني يكملوا يوردوا هذا اركاديو حتى في يوم يعني من ايام رح يأتي القرية غرابة ولهما غاجر من الغاجريين فاني يقولك يعني في القرية دي كانوا يحافظوا انهم دائما يعني يقعدوا غيرهما معزولين للعالم ولكن رح يدخلوا خوارج لهذه القرية وراح يساهموا انهم يعني وين يعني تدور اوضاع في هذه القرية حتى يعني يسموهم انهم رح يكونوا هما سبب تشاؤهم وسبب اللعانات اللي يحتحل على القرية هذه حتى يماجين اميراء انه يعني رح يمروا بفترة خمس سنوات ويني ولي المطر اللي على بناء له المطر هو نعمة رح تقولي هذه النعمة يعني النعمة النقمة رح يقعد المطر يعني يقعد المطر يعني يقعد المطر يعني مدة خمس سنوات ما يحبش كامل يعني حتى الناس يهجروا لهذه المطر هتقوليش كامل فوصول كما نعرفوا هتقوليش كامل فوصول يولوا مشاكل في الزراعة حتى الناس يعني تهجر من هذه القرية فقلنا يعني سبب التشاؤم اللي يقول عليه الكاتب في هذه القرية وهو الغاجر اللي يدخلوا يعني للقرية هذه وأيضا رح نكتشفه في الكتاب كينقراوح يعني على السر الباطل أركاديو أو الحافيتة اللي أيضا يدعى أركاديو رح قبل يعني قبل ما تندثر وتريب القرية هذه رح يكتشف السر كيف اللي أدى على اختفاء القرية هذه يعني يكون يشوفها كراهي تريب ولكن قبل ما تريب اللحظات الأخيرة رح يكتشف كيفاش وشنو السر اللي خلات لحق والسر هذا طبعا ما لحش نقرأ المشاهدين دخلهم بحتي يقرؤوا الرواية باش يتعرفوا عليها وهذه هي روايتنا اللي قدنا عليهم نبدو بك اقتباسات صغيرة اللي يعني استوحيناهم من الكتاب هذا أول اقتباس هو من يقول الكاتب أنت لا تموت عندما يجب عليك ولكن عندما تستطيع ذلك نهلا أدنا اقتباس آخر وليقول إن سر الشيخوخة الجيدة ليست أكثر من ميثاقة نزيه مع العزلة نهلا لعني وين هنا الكاتب يصيب أنه راحة الإنسان في العزلة نهه النوكي ريح وحده أيضا اقتباس آخر أقدم سرخة في تاريخ الإنسان هي سرخة الحب وهنا يهدر على الحب يعني العلاقات خاصة العائلية الوطيدة اللي كانت بين يعني أصحاب القرية هذه والاقتباس الآخر اللي هو الزمن لا يمشي في خط مستقيم وإنما يمشي في دائرة وهنا أحب يقول الكاتب ما يمشيش في خط مستقيم يعني راح يكونوا عدة مواقف اللي ما نستنوهم واشف حياتنا راح يدخلوا لحياتنا وما قلوش نستنوهم هذه هي عميرة روايتنا اليوم ولينا عودوا ونذكروا أنها رواية مئة عام من العزلة للكاتب غاريسا غابرييل غاريسا ماركس وليتمنوا أنه المشاهدين يقرؤواها ويستمروا التعوب بها ويذكروا أن الرواية هذه يعني رواية من وزن ثقيل يعني حتى نشوفوا كما قلت لك أنه الكاتب هو ليصنع تاريخ ومام تخيل مدينة يماشر أنه يتخيل مدينة وحده يكتب عليها مدينة اللي ما تكزيستيش مام تاريخ يعني فنشوفوا يعني من رواع الكاتب هذا ونشوفوا أيضا كان بزاف روايين وكتاب يعني اللي طوروا يعني أنفسهم يعني دوها كمصدر كمصدر يعني بش يطوروا أنفسهم في المؤلفات في التعليف أكيد شايناز أنتي مدينة ملخص من الرواية اللي حبي يقرأها ويحبي يشوفها ونشوفت شافوردة كانت بونشي معك ما بيشي لتحب روايات ومع جبات كل عزلة ونحن ربا بإسلامي لهادك ما نكذبش بصحة عجبت من رواية كانت أحضر عليها ويا كامل يعني الانسان يكون عنده حب تطلع مليح انسان يقرأ كتوب الله مليح خاصة القراءة لازم دو كنشوفوا معلاتيك نوالوجي نقص يعني والناس اللي تقرأ الكتوب ما متحبي تقرأ يتقرأ ديغا كتوب ومتليفون صح صح ويا مكاش كما القراءة يعني انتي تحبي تقرأ روايتك ولا كتب طبخ ولا حكي لنا في صراحة صراحة ومتع المجل جل وانا شوفيت خاطر التلمية البشية هذي اه لكي كنت دخل عضو في أكاديمية تسلم التلمية البشية اه هذي وهذا يسلمك نهي بارك واثنين نحب هذا وتطلع كي يكون محاضرات نحذرهم ضيبا يتكمي المكنجينة وقد توافر�를 بالتحديد التمرير يلي إليها خاصةавно يمكنك проблем الوك說 هو مكونا فمالتلاح Окقام هناك جدا نتحدث عبرية تجربة الوصول يتهاب طبخ Of Are't? طبخ تقليدي؟ طبخ تقليدي؟ طبخ أم طبخ تقليديو طبخ تقليدي؟ طبخ بصفة عامة يقول لك أنا قررني هذي وهذي وهذي عندها قررهم وكيما بساح فيك أو لا بساح عندي متكوينة مع الغرفة الوطنية اللي تعالى الغرفة الولائية اللي ديبلوم شهادات مكوينة يدوا عندي حلوية تقليدية بتخرجوا عندي شعال شبه شابات وثاني كشبهن قريت شبهن ثاني طبع يعني شو في الأقبال الكبير يكون البنات ولا الولاد بكثرة البنات ماليحبو الطفل معروفة الله الطفلة هاكي هفا تحوطها في مدهر وكما نقول شنديم اختصاص احسن وانا ما نتلبش عليك كي يجوا عندي والله نشجحهم باللي إنسان كراح يقرأ وماذا ما هيخلص عليها ماذا يجتهد من عنده ديفو يكتشف في نفسه حاجة هو ماكش عارفها فيه صح كين يقول عندي مويول ربما الأطباق تقليدية ولا الأطباق بصيفة عامة ما هو تلقاه في الحلويات احسن كين يلقون تخير الحمد لله يعني عندي اقبل ما شاء الله وهذه الحرفة لازم يكونوا يحبوها أكيد كون تكون حبيه ما تستمرش فيها لازم تكون يتحبيها لازم تكون عندك يعني تخرجي وتزيد جيبنتي جديد بسيلا ما كنتش تحبيه ما ما ديفوها ضيف الممساتك أكيد تبدأ يعني فيها دايما تكون لك حيصون دايما نقول حاجة كي ما نقول حنا تقليدي يكون تقليدي مئة بالمئة بساك يكون عاصلية تخرجي لك حيصون تكون يكون عاصر الإبداع أنا دايما نكون في الإبداع اللانات خرجي تحاجة جدرتها جديدة بايزون بانا نشوف مون جديد في الأسواق ونشوف عندي منهم نخير هادي مع هادي الحشوة مع هادي العجينة مع هادي ونخرج عفصة جديدة تاعي تتخيليها أنت يعني ما تكونيش شفتيها من قبل ولا ستتخيلي ديفوها كان كي كنت نقري كنت تلقاط ونرسمه فيراسي مهم ونبعد تخرجيها كي ما كي يحبو ولا نخرجها نحن نبازو بزاف كين نقرر ديم تقليدي ديم تقليدي ديم تقليدي لا تضيفيش فيه إضافة ما تحبيش هادي المسا العصرية اللي يضافوها على التقليدي يعني اللي بالزيادة أنا والله صدقيني نحب تقليدي مئة بالمئة محد يعني كي ما يقول لك علاقانيها كما تقول انت ومات يعني تبقاني مئة بالمئة لا يشب العقاشة بسرح ما موشي بوضوك بالعقاشة يعني لازم لديك العصرية في الشبح لازم تكون بسرح ما نقول لانا المضمون التاحة الداخلي كم مئة بالمئة أبار ذاك شبه نزيد فيها يعني فلا ديكوراسيون باكن يشوفو تكون هذا ما كتدخل في العصر نقولوا زع ما مولجي تعقين في لغ ولا هكا ديشار مدوكم يخدمون لي فلغ فانتيني شابين هاتك صحة ذاك نزيلوا هاتك بسرح ما المضمون تاعه يعني الحلوية يعني تتكون من المقادر تحت القديمة عندي مضبوطة وتجربة هكا عضو في لجنة التحكيم يعني تجربة ديالك لما الارض يحط لكم الأطباق على أي أساس يتم اختيار الأطباق هكذا تغيساج دحوم ولا الكونتوني ولا الدوق دروك احنا نبدوها من المنزل يعني المرأة كي تبدأها 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 تدلطها بليتاح هدي حاجة اللولة يعني كما هكا في الطبخ نبدو دوق أنا كوني يحاكم الله يحاكم وطني دوالي الله يبارك يبارك تحكيم في تونس ثاني عندي تحكيم في الخارج ثاني نحنزل إن شاء الله في الأردن عندي في تركيا إن شاء الله جديد إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نبازو على التابلية النظافة الذوق ومين تكون هذا الطبق إسمه تشوفوش غير الطبق تشوفو ما مقبل تحضير الطبق أكيد يعني من اللي يوقف حتى اللين هيدا للطبق كيف راها نشوفو النظافة أسكو حافظ على البلوندو تخافي تاعوا أسكو ما حافش أسكو نشمون من داكنجون هكا نشوفو المرقة تاعوا ونشوفو يعني وش خاصه وش ما خاصه وش قادر إحنا نعاونه نقول وخاصتك هذي أك مقتنع بهذا الشي كدير فيه يقولك عليها أنا أني مقتنع به نقوله خلاص بعد كيجي عني يقولوا على قتنعت به يعني وضح لي وأكيد الذوق ولا هو النظر يقولك تاكل العين قبل الذوق أكيد أكيد تقيدوا بالوقت يعني هذي هي الحاجة اللي والله شوفي هي قادية صح كيك تقيدوا بالوقت بالصح إنسان كي يكون متعود وقرأ بالنظافة يقولت نظيف يلو كان يطلو ربع ساعة يخدم وينقى بلاستوكي نعم راح يغلب لجنة التحكيم الوقت نقوله مسعدوش في طياب علي جنجل فورنو هكا ولا حاجة بصح النظافة حافظ عليها حافظ يعني في البداية تعم حافظ على كلش هذه اللي نحنا نبازو عليها شكرا 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 ياتيك صحة أميرة نشكر أضيفت تلك يشرفون داخل وخارج الوطن نشكر كل مشاهدين متتبعي قناة جيل دي زاد وفقرات الكتاب سنونا في كتب أخرى ليتنال إعجابكم إن شاء الله يا تك صحة شهيناز مشاهدين أبقتنا آخر فقرة من البرنامج اللي هي اخبار الفيلم عزميلتنا اكرام نروح بفاصل ولا نعودة عودة لكم مشاهدينا ونرحبوا بزميلتنا إكرام وأخبار الفن صباح الخير إكرام صباح الخير زميلتي أميرة صباح الخير مشاهدينا الكرام صباح الخير الضيفة اللي راي حضرة معنا سيسلمك إكرام وش جبتنا اليوم في الورقة الفنية اليوم هي ورقة فنية معمرة بالنجوم معمرة بالفنانين والمغنيين اليوم مشاهدينا رايحين نحكيه على الحديث الفني تاسع وليه هو جوي أورت جوي أورت هو مهرجان لدار دوكارا ودار في السعودية وليه هو مهرجان عالمي يقام في السعودية وتحديدا في عاصمة الدولة اللي هو الرياض ويقام ضمن فعاليات افتتاح موسم الرياض هذا المهرجان هذا اللي هو متميز زميلتي أميرة عن باقي مهرجانات العالم واللي هو يمتاز باللافندر كاربت لافندر كاربت هذه أو السجادة البنفسجية هذا السجادة اللي هي تختلف عن جميع مهرجانات العالم واللي احنا نعرفه دائما أنه في جميع المهرجانات سواء الرسمية أو الفنية أو إلى غير ذلك وين تكون سجادة حمراء لكن في الجوية أورد وين السجادة راح تكون راح تكون لافندر أو بيرفل يعني هي بنفسجية وهذا راجع إلى قرار الدولة السعودية وداروا السجادة البنفسجية وهذا نسبة إلى رؤية دولة السعودية سنة 2030 أنها راح تكون رؤية متميزة وبدأوها بالسجادة البنفسجية وتاني يخيروا اللون البنفسجي وهذا راجع إلى أن الصحراء السعودية يتحطل الأمطار وين تكتسي باللافندر البري اسمه زهرة لافندر البري وين تصبح كامل بنفسجية وهذا اللي يخلهم يخيروا اللافندر كاربت كما قلنا نرجع لإحتفالتانا واللي هو جوية أورد كما قلنا اللي هو حفل يغنى بتكريم المبدعين ورواد الترفيه في العالم العربي أو سواء العالم ما ككل واللي يكون فيه مشاركين العديد من الممثلين الفنانيين المغنيين وحتى الرياضيين واللي يتنفسوا فيه على 12 جائزة نعم نقدم بك معلومة بسيطة إنه هذا الحفل واللي راح يكون لداره اللي هو برعاية كما قلنا في موسم الرياض واللي هو توركي الشيخ هو الرئيس هيئة الترفيه السعودية نحكي على الفنانين زميلتي أميرا واللي كانوا فيه نعم ونبدأ وكما قلنا هو فيها فيه رياضة فن موسيقى إلى غير ذلك نبدأ نعم نبدأ بفئة الأفلام والمسلسلات واللي حاست فيها الفنانة اللبنانية وملكة الجمال السابقة للبنان الفنانة المعروفة نادي ننسيب نجيم اللي فازت فيه بأفضل ممثلة عن فئة المسلسلات في مسلسل صالون زهرة لنعرفوها الجزء الثاني كما فاز به الممثل المصري أحمد داعز كأفضل ممثل عن فئة الأفلام السينمائية في فيلم كيرة والجن واللي فازت فيه تاني معه الممثلة التونسية والمصرية هند صبري تاني على فيلم كيرة والجن كأفضل ممثلة سينمائية وتاني فاز فيها الفيلم تاني كيرة والجن اللي هو للمخرج مروان حامد كأفضل فيلم سينمائي كما بالنسبة للمسلسلات وين فاز مسلسل صالون زهرة الجزء الثاني كأفضل مسلسل عربي لسنة 2022 نروح دركة لجائزة صناع الترفيه الفخرية وهذا الجائزة مشاهدينا واللي تقدم لتقدم إلى الفنانين اللي عندهم تاريخ كبير سواء في الوطن العربي أو العالمي اللي عندهم تاريخ كبير في صناعة صناعة الترفيه كما داها كل من الممثل أحمد عز وزوجته مونازكي كما داها شخصيات كبيرة كما مونازكي كما قلناه أحمد داعز راشد الماجد حاية الفهد وسعاد عبدالله ونوال الكويتية واللي أشرف رئيس المهرجان كما قلنا تركي الشيخ على تقديم لقدمهم الهادية شخصيا نروح المجال الرياضة وين تكرم اللاعب المغربي أشرف حكيمي كأفضل لاعب عربي لسنة 2022 واللي حضرت معه أمه التكريم وقدم له الجائزة كل من الفن اللاعب الدولي عفوا العالمي كريستيانو رونالدو وتاني تركي الشيخ لقدمونه جائزة أفضل لاعب عربي كما حازت اللاعب مريم صالح باللادن على أفضل لاعبة أو أفضل رياضية عربية لسنة 2022 وليقدمت لها الجائزة جورجينا اللي هي صديقة اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو اللي كانوا متواجدين في السعودية كما نعرفو كريستيانو رونالدو وراف سعودية دوكا نروح للمجال نروح للمجال الغيناء وين تحصلت الفنانة المصرية أنغام على أفضل مغنية لسنة 2022 أما بالنسبة لأفضل أغنية وين حازت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري الأغنية تحل معروفة وللدولها بزاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في الستوري في الإنستغرام اللي هي شكراً أغنية شكراً للي مشرفنا اللي حازت على أفضل أغنية لسنة 2022 نروح الآن لمجال التأثير ورواد مواقع التواصل العربي والمؤثرين العربيين اللي حازوا على جوائز ولي تبعوهما العرب بصفة كبيرة تبقل ما تكملوا في المؤثرين إكرام أنا شفت شفوردابليكان تبعو شي معاك توأز كنت من متتبعي أخبار الفن ولي غيزو سوسيو ومواقع التواصل الاجتماعي أكيد تبع هل كنت سمعت بهذا المهرجان ووش كانت تتحكي إكرام؟ سمعت بهذا سعودية نستهمون أنه سعودية راهي تقوم بعمل جبار في مجال الترفيه أو في مجال صناعة الأفلام كما قلنا لكثير من المهرجانات وأنا عندي سؤال حباً قدمو لضيفتنا أسكو في المسابقات الدولية على الطعام أسكو يكونوا تاني فنانين ويني شاركوكم الحادث وينحتهم يعرفوا بتقالية تاعة الدول اللي يوم تماك اللي يوم شاركوين في المسابقات أكيد أولاً حفاني سموه الطبق فان فيه مهرجانات يكون متنوع يعني من اللباس تقليدي من الأوكلات التقليدية حتى الفن أغاني تقليدية أغاني تقليدية يعني كنقولوا مهرجان نقولوا يا إما يكون مختص صغير في الطبق مغلوب يا إما نقولوا مهرجان فيه كل الشامل كما إحنا إلى هذه الخطرة كنروحنا ونحتبل لباس تقليدي تعمى خرجت يعني بالمورز تحتبل لباس تقليدي مثلي جزائي مثلت كل منطقة كل ولاية في الجزائي مثلتها بالطبقة التح واللباس تقليدي تح وعلى بنبلي الألبسة التقليدية تعنا ما شاء الله أبهارتهم والله يستقيني أبهارتهم يعني كل منطقة يعني جزائي تح جميلة جدا تمتز بموروث ثقافي جميل جدا من حيث اللباس من حيث الأكل التقليدي تح يعني ما شاء الله نحي بارك نزل تكملينا على المؤثيرين نعم نروحوا للمجال كما قلنا التأثير العربي وين حاز أحمد أشقيرين معروف كأفضل مؤثير لسنة 2022 نعرفوه زميلتي أميرة ببرامجه أنه كإعلامي ببرامجه الهادفة واللي استهدفت العديد من الشباب العربي وكانت سبب في إلهامهم إلى أنه اعتذر على الاستيلام الجائزة لأنه كان مشغول ببرنامج رمضاني في سنة 2023 ومازال ما أعلنش عليها كما حازت عبير الصغير واللي هي معروفة هادكت لتطبخ لتقوم بعمليات الطبخ ولتعرف على تقاليد الدول العربية بطريقة مريحة وجديدة كيف تهز كيف تهز الأواني طريقة الطبخ طريقة المونتاج تحت علي فيديو هي كانت طريقة جديدة على العالم العربي وننجحوا الفيديوات وننتشروا في العالم العربي ككل وحازت على أفضل مؤثرة لسنة 2022 حتى التأثير دخل فيه الطبخة نعم هكذا نكون نلخصنا لكم وش صرا في جوي أوردس في المملكة العربية السعودية ومن العالم العربي والمواتلين العربيين والعالميين نروحوا للجزائر والأعمال الفنية الجزائرية وين كما تسبق وتحدثنا على أغنية موح ميلانو اللي ديجا حكينا عليها أنه راح يقوم بديو مع بوليفان كما قلنا وبالفعل جيلين مختلفين محمد بوليفان وموح ميلانو يعني نحنا مدى بنا نشوفوا كيفاشا يخرج ديو جستو ما هو خرج ديو أو أطلق الأغنية على القناة الرسمية الموح ميلانو كما نقعد نشوفوا جزء من الفيديو كليب ولهذا الفيديو اللي حنا ديجا في برنامج صباحكم ورد وفي قرة صباحكم فن اتنبأنا أنه هذا ديو راح يكون ديو نجح بأتم على الكلمة وبالفعل نجح هذا ديو نجح هذا الأغنية نعم كما دمج بين عصرين من الغناء كما عنا بوليفان هو مغني كبير نشوفوا الحايك نعم في جيل التسعينات والثمانينات وكما موح ميلانو هو مغني معاصر ويندمج بين النوعين الغنائيين وكما شفنا في الفيديو كليب وينتصور في القصبة ونعت تراث والموروث الجزائري شفنا خط الروح شفنا القصبة شفنا الحايك شفنا اللبس التقليدي شفنا العادات وتقاليد الجزائرية العلوسة كيف تخرج من دار بابا اسمه وهذا كان تعريف بالتقافة والتقاليد الجزائرية وللعلم مشاهدين أنه أغنية موح ميلانو من خلال يوم انطرحها على منصته أو على قناته على اليوتيوب وينحقت 1.2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة يعني هذا في حذاته نجاحة نعرف أن موح ميلانو يستقطب شريحة كبيرة من الجزائريين وحتى العرب يعني شفنا أغنية تعود شفنا أن الأغنية تعود تعود كافر في العديد من المغنيين العرب وينحققوا نجاحة في دول عربية أخرى كل توفيق للمغنيين والفنانين الجزائريين إن شاء الله يا ربي نكونوا دائما نعرفوا في ثقافة وتقاليد بلادنا وإن شاء الله دائما متألقين ويصلصتنا للعالمية ولم لا عبداليك زميلتي أميرة وبهاك نكونوا خرصت ورقتنا الفنية لنها اليوم تظرونا في ورقة فنية أخرى إن شاء الله عبداليك أميرة لا يزيل مكيماني تكسح على هذه الورقة الفنية المتنوعة إكرام 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 أنا نخلط بيناتكم يعني ما شاء الله عليكم كامل إكرام كانت ورقة فنية متنوعة سيخطو جوي وتعبول الفن مع محمد لانون يكون أنسنا وفيه صفيش حال وكنا نسنا وفيه صح يخرج وكانت مفاجأة يعني كما كنا من السنين كان فيديو في القمة تصوير في القمة والحاجة اللي زادت أضافت للفيديو كليب هو العادات والتقاليد الجزائرية تعريف بتقاليد فهذه كانت حاجة يعني أنا هذه الإضافة اللي زادت في الفيديو كليب يا هدك صحة إن شاء الله requiskeiten إن شاء الله لدي جديد سوف يكون في تركيا ثاني في الأردن وإن شاء الله الحلم تتعي أن تكون لدي مدرسة كبيرة إن شاء الله بفاق التخصصات نتمنى لك كل توفيق ويعطيك صحة على حضورك معنا يعيشك ونشكركم تفاني ضيفة وحسن الاستخبار تحكم بارك الله فيكم ونشكر نضيفة معنا العفو نعود نشكرك إكرام وقلك نتلقى وفي عدد الجاي إن شاء الله إن شاء الله زميلتي أميرة وإن شاء الله شكرا لضيفتنا الكريمة اللي رهي معنا وفادتنا بالمعلومة التاحة وبأسرار المسابقات الطبخ العالمية وعود لك أميرة لا يسلمك إكرام بهذا مشاهدينا نكون وصنا إلى ختم عدد اليوم تهلا وفي رواحكم تهلا وفي صحتكم سلام اشتركوا في القناة